بحلة جديدة وبرامج متنوعة انطلق الزاقروس نحو فضاء واسع وشمولي لتقدم للعائلة العراقية برامج متنوعة وهادفة تخدم الفرد العراقي بصورة حيادية بعيدا عن التطرف والفوارق الاثنية والطائفية زاقروس اصبح الصرحا ثقافيا واعلاميا متميزا بشهادة اغلب النقاد والمتابعين قناة الاحب العزي لقلبنا قناة زاقروس مبارك لها افتتاح المكتب الجديد حقيقة مفخرة كبيرة نشعر باهمية فخابة البناء اهمية التطور الحاصل على مستوى التقنيات على مستوى الفنيات ايضا على مستوى الديكورات وبالتالي نتمنى ان تكون هذه بداية لقناة زاقروس بداية جديدة يعني تبدأ من خلالها مرحلة جديدة من الاعلام ومن تطور الاعلامي المحتوى الاعلامي الذي تقدمه زاقروس حديثا جعلها في مصاف قنوات النخبة خطابها سياسي منذ انطلاقتها هو خطاب واضح وصريح للجمهور العراقي وتدافع عن حقوق الجميع بلا استثناء صرح سيبقى شامخا ومهما من خلال الادارة والكوادر العاملة والبنى التحتية وغيرها نبارك لقناة زاقروس العربية انطلاقتها الجديدة والبناية الجديدة التي تعيدنا الى الامجاد الماضي باحترام الاعلام واحترام حرية الاعلام وايضا في نفس سوق التوفير الامكانيات للبنى التحتية البنى التحتية ليقامة اي نشاطات اعلامية تطلب ان تكونك جهود كبيرة تتناسب مع واقع حال العمل الاعلامي نبارك لها مرة ثانية وندعو الله سبحانه وتعالى ان توفق زاقروس كما هي في ان تكون تحتل المساحة المكتوب لها او المقرون لها في الفضاء الاعلامي الوطني وتكون مساهمة جدية في حل الاشكالات وتنوير الرأي العام وايضا يكون لها هذا الجمهور الذي يتلقف الى الكلمة الحقيقية والتحليل الصادق والخبر الذي يؤخذ من مصادره منذ سنوات وزاقروس متمثلة بادارتها والمشرفين عليها يعملون من اجل اثفاء الحداثة والتقنيات في التقديم محتوها الاعلامي والثقافي الى المتلقي بكل حيادية ومصداقية عالية ودقة لا متناهية كثيرة هي المؤسسات الاعلامية العاملة ضمن فضاء الديمقراطية في العراق الجديد لكن ثم تصروح ستبقى شامخة فزاقروس لم تكن مؤسسة اعلامية عابرة بل هي صرح بني على معايير وأساس متين عناوينها المحبة والتآخي والتعايش بين أبناء الوطن الواحد بمختلف انتماءاتهم وقومياتهم من العاصمة بغداد احمد فيدي زاقروس تيبي اشتركوا في القناة